لسه معاك ومشاهدين في صباح الخير يا مصر ومتابعة لأحداث غزة وقمة القاهرة للسلام الكلمة لها دور مهم جدا الكلمة والكاميرا ودور الإعلاميين والصحفيين في ظل الحروب لها أهمية كبيرة جدا وللأسف الإعلامي بتعامل مع الحروب بضغوطات شديدة جدا ونحن نشوف حرب غير إنسانية بالمرة قصف الأبرياء والمدنيين والجوامع والكنائس والمنشآت الصحية والمستشفية النهاردة مشرفنا في ستوديو صباح الخير يا مصر إعلامية فلسطينية مقيمة معنا هنا هي من غزة ومقيمة معنا في القاهرة هتكون معنا وحنتكلم معها عن الإعلام ودور الإعلام وحياتنا في القاهرة وإزاي بتتواصل كمان مع أهلنا والإعلامين في غزة صحيح يا محمد الحياة يمكن بالرغم من أن الوضع الإنساني على الأرض أصعب مما نتخيل إلا أنه أصغر طفل فلسطيني رافع رأسه لأنه صاحب حق وصاحب الأرض خلينا في تفاصيل أكتر عن خطورة الوضع في غزة كيفية نجاة الأسر من قصف الاحتلال للمنازل إزاي بيتم إجلاء المواطنين من منازلهم حتى سنقول طرق التعايش لإخواتنا الفلسطينيين تحت هذا القصف العنيف من الأستاذة مريم أيوب إعلامية فلسطينية من قطاع غزة ومقيمة في مصر صباح الخير عليك يومنا ورانا صباح الخير يوم صباح أعرف أستاذ مريم في البداية خليني لأول أعرف من حضرتك هل تقدريني لتتواصلي مع أسرتك في قطاع غزة مع أصدقائك في قطاع غزة موضوع التواصل بقى مرهون بمزاج الاحتلال زي ما كل حاجة بقت مرهونة بمزاجية الاحتلال وساديته في انقطاع تهم للإنترنت بالقطاع في انقطاع للكهرباء في انقطاع للماء فطبيعة أنه ما فيش موبايلات ما فيش شبكات محمول في بعض الشرائح الإلكترونية اللي بيتم شبكها وتهريبها فبتحسي أنه موضوع من أنت تتواصل مع الأهالي أو أهالي القطاع بيكون قليل جدا ونادر جدا فأحنا بنتواصل معهم يعني أنا لما بيجيني مسج من أي حدا بقيت خلاص بحس أنه فيه إنجاز كبير وعمل معاناة كبيرة عشان يقدر يوصل الرسالة في معاناة أكبر عشان يوصل صورة في معاناة أكبر عشان يوصل كل ما بقيت هناك أنه هو أساسا يتكلم عن معاناته بقيت مشكلة كبيرة ما بقيتش قدرين أخر يكون بيحاربه عشان يوصلش حتى معاناته إحنا بيتم محاربتنا أساسا إعلاميا قبل ما يتم محاربتنا عسكريا بيتم محاربتنا إعلاميا بحيث أنه إحنا ما نتكلم أصلا عن معاناتنا ما نوصل الشعب الفلسطيني خصوصا بقطاع غزة بيتعرض لعمليات الإبادة من 16 سنة قطاع غزة محاصر محاصر بقاله سنين إحنا اليوم بيتم ربط الأحداث بما حدث في يوم 7 أكتوبر بس اللي حصل ده بيحصل للفلسطينيين كل سنة بقينا متعودين عليه أصلا بس للأسف اللي عملته حركة المقاومة يوم 7 أكتوبر لفت أنظار العالم لقطاع غزة بس هو مش جديد ده ده رد فعلي مش فعلي أصلا طالع من المقاومة رغم كل اللي بتقولي أستاذة مريم انقطاع للكهربا ما فيش انقطاع لشبكة الاتصال لإنترنت في غزة رغم كل ده صوت فلسطين بيطلع صوت فلسطين احنا بنسمعه من الأبناء احنا من سنين معروف عنا شعب الجبارين شعب الفلسطيني هو شعب الجبارين احنا بنقدر نحكي بنقدر نتبر حالنا عايشين في أصعب الظروف يعني اليوم في انقطاع تام للكهرباء بس هما أصلا متعودين صار لهم من سنين الكهرباء بتجيهم يوم بعد يوم يعني يوم أو يوم لا الكهرباء لمدة أربع ساعات أو ساعتين باليوم بس فهما فيه أوقات بيكون عندهم بداء الكهرباء اللي هي عبارة عن البطاريات بتاعة العربيات اللدات اللي هي فيه مواد اتعودوا عليها من سنين شعب محاصر بقاله 16 سنة قابع تحت الاحتلال محروم من كل مقومات الحياة مش موجود عنده كهرباء فهو تعود أصلا يقدر انه هو يتعامل بالأمور البدائية علشان يقدر يوصل صوته يوصل امكانياته غير كده أنا ممكن أنا مش هتكلم عن إنجازات الشعب الفلسطيني بس إحنا الشعب قادر على أنه يصنع المعجزات أنا بحس أنه إحنا شعب قادر على أنه يصنع المعجزات عم بيعملوا شغلات يعني حتى الأسلحة اللي بيتم مقاومة الإسرائيليين فيها بالوقت الحالي العالم كله مستعجب كيف الشعب الفلسطيني محاصر بقاله 16 سنة ممنوع عنه كل موارد الحياة وكل مقاومات الحياة بيتم حرمانه من كل أبساط حقوقه في الحياة وكيف قدر يصنع صواريخ كيف قدر يصنع أجهزة متطورة لأنه الحمد لله رب العالمين هاي مكارم من ربنا هاي قدرة ربنا بيمدنا فيها هاي قدرة صبر وقدرة على الإجاز وقدرة على المقاومة أكيد ربنا ما بيبلي بني آدم اللي بيكون عارف أن الله لا يكلفه نفسا إلا وسعى فإحنا الشعب متعود وقادر وصابر على أنه يقاوم هيك محتل من سنين يا عرفي أستاذة مريم يعني أنا طبعا بأكد على كرامك ويعني قلبي معيك وكلت مع كل أهلينا طبعا في غزة بس لما بنشوف حتى مواجهة طفل أو طفلة صغيرة لعساكر الاحتلال مشاهد يمكن بنشوفها زي ما حضرتك بتقولي طول الوقت بتبقى موجودة حتى على كل مواقع التواصل الاجتماعي فكرة أنه طفلة تقدر تتحدى جنود طفلة صغيرة وتبقى قادرة أنها يتصرخ في وشه وتقوله أن دي أرضي وتقوله أن انت هتمشي في يوم الأيام وهو مسلح واقف قدامها مشاهد تاني بياخد أبوها أو بياخد أخوها أو بياخد أمها يعني مشاهد فعلا توصف قد إيه أن الشعب الفلسطيني شعب قوي شعب صاحب حق وصاحب كلمة وقادر على فكرة وبالمناسبة ده يعكس قد إيه خوف الكيان المحتلة من الشعب الفلسطيني أكتر من أي شيء تاني أكيد أكيد طبعا هو الشعب الفلسطيني صاحب حق صاحب الأرض إحنا تربينا وانشأنا على أنه هاي الأرض أرضنا ما قلنا بديل بس على الجانب الآخر هتلاقي غالبية الجنود أو الصهاينة متجنسين جنسيات أخرى وهذا أكبر دليل بالوقت الحالي لدعم الأمم المتحدة والأوروبيين لصهاينة الموجودين بالأرض الفلسطينية لأنه كلهم متجنسين جنسيات أخرى هم أساسا ملمومين من كل أرحاء العالم وموجودين بأرض فلسطين بس هو أنت جتي تقول له أنت إسرائيلي هيقول لك أنا إسرائيلي أوروبي إسرائيلي أمريكي إسرائيلي تقتال يمكن الفلسطينيين على أرضهم وفي نفس الوقت خوف الجانب أو كيان المحتل من الفلسطينيين سؤالي بقى لحضرتك في نقطة مهمة جدا ونقطة بيتم المزايد عليها وسعيدة أن حضرتك معنا النهاردة عشان تردلنا عليها الفلسطينيين دلوقتي إن كان في قطاع غزة أو في فلسطين في الضفة أي مكان فيه رفض لفكرة التهجير وإعادة ما حدث في النكبة في نفس الوقت مصر مصر على عدم التهجير وعلى عدم تصفية القضية الفلسطينية رؤية حضرتك إيه مع أننا شفنا كمان فيديوهات موودة ومقاطع للفلسطينيين نفسهم بيقولوا إحنا مش هنمشي مش هنسي بيوتنا ومش هنكرر ما حدث في النكبة أولا أنا بشكر جهود الشعب المصري قيادة وشعبا على وقفتهم في وجه هذا المشروع اللي موجود من مئات سنين قرأ مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تاريخيا هتلي من 1970 مقترح كمشروع من أيام الرئيساء السابقين على أنه لهجر الفلسطينيين من قطاع غزة على سيناء بس إحنا كفلسطينيين رافضين نتخلى عن لو صانتي واحد من قطاع غزة أخرى سيناء أو غيرها إحنا بنموت الحرب هاي مش أول حرب عندنا يعني ما بعرف ليه تم ترويج هاي المقترحات كتهجير الفلسطينيين لسيناء طبعا أنتوا كل سنة بيتم دك الفلسطينيين بنفس الطريقة بنفس الإبادة الجماعية بنفس حرب 2014 تم استشهاد أكثر من 2500 شهيد حرب 2018 حرب 2021 حرب 2011 و12 فلماذا تم ترح هذه المقترحات في الوقت الحالي طبعا لإثارة الفتن لإثارة الفتن لأن أنا واحدة من الناس عم بتتابع على تويتر وعلى فيسبوك وعلى أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي في موجود مدة السين بحسابات عربية وبيتكلموا لغة عربية فصحة كمان وتكلموا عربية أحساب مني ومنك وبيتكلموا عربية لهجات عبارة عن صهاينة بيتم رمي فتن بيحطوا فتن بيتكلم على أنه مثلا الفلسطيني بيسب على السعودي أو الفلسطيني بيسب على المصري وطبعا هذا الكلام مش موجود بس مريم الشعب الفلسطيني وعي جدا للفتن دي والمخاطر دي لأنه طول حياته وطول مسيرته التاريخية لم يترك الأرض يعني هو متشبث ومنحاز ومشدود كده للأرض بشكل كبير أنا بس عايزة أحييكي صراحة أحييكي على حماسك وحييكي على روحك الفلسطينية وعلى الكفية الفلسطينية اللي أنت لابساها لأن ده رمز ودلالة على القضية إنها موجودة وحية إحنا متمسكين بجذورنا هاي أصلي أصلي أنا أصلي فلسطينية أنا دائما بتكلم وبناشد وبقول أنا فلسطيني أنا قضيتي موجودة إحنا بنربي ولادنا على هذا الحكي وأنا تربيت على هذا الحكي وصوتك مسموع صوتك مسموع ومؤثر أكيد وكل الصحافين الفلسطينيين اللي هم بيمتلكوا قضية يعني أهم حاجة لأي إعلامي حقيقي إنه يدافع عن قضية حقيقية أكيد عايز سألك سؤال مهم جدا فيما يتعلق بدور الإعلاميين في اللحظة التاريخية الصعبة اللي احنا بنعيشها دلوقتي لأنه احنا شايفين من أول يوم في الحرب من أول لحظة للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة وقالت الكذب الإسرائيلية والإعلام الغربي بتشوه تماما شفنا قصص كتيرة جدا منها مثلا قصة قتل الأطفال أو رؤوس الأطفال وغيرها وتراجعت عنها دوائر إعلامية كتيرة وماكينة الكذب شغالة يوم بعد يوم في الإعلام الغربي احنا كإعلامين عرب وكإعلامين فلسطينيين منحزين القضية والأرض علينا دور مهم جدا أننا نقدم الرواية العربية والرواية الفلسطينية الصحيحة اللي هي الحقيقية لأنه احنا أصحاب حقي دور الكامريم ودور زملائنا وأصدقائنا اللي احنا بنحييهم جميعا اللي بيغطوا الأحداث دي تحت القصف ونشوف مشاهد مرعبة ومروعة دورنا إيه وإين مفروض نعمله؟ أولا أنا بنعي كل الصحفيين والإعلاميين والمصورين الموجودين في قطاع اللي استشهدوا نحن نتكلم على أناس في معطقتك أكثر من 55 صحفي أكثر من 55 صحفيين صحفي منهم مصورين ومنهم أصحاب قرار وأصحاب رأيي ومنهم إعلاميين 55 صحفي تم قتلهم استشهادهم غير الجرحة الصحفي مستهدف الإعلاني مستهدف بشكل مباشر في قطاع غزة بشكل مباشر في فلسطين عموما في الضفة الغربية تنويها لدور الصحافة هذا جزء من سياسة الاحتلال من يوم ما خلق الاحتلال بوجه الأرض هو بيحاول تعتيم إعلامي على كل الجرائم اللي هو بيقوم فيها علشان ما الأمم المتحدة اللي ما بعرف إحنا لشو بنفضل نناشد بالأمم المتحدة وهي الممولة الأول والدعم الأول للاحتلال فأنا كعربية كفلسطينية عربية بناشد الجماهير العربية بناشد الدول العربية انظروا لفلسطين كدولة عربية كدولة عربية مسلمة إحنا مش محتاجين الدول الأوروبية ولا أمريكا بشيء إحنا قادرين على إنشاء دول عربية ناجحة متطورة موجودة في عقول تستحق إنها تقود هذه الأمة بقيادة سليمة هذا أولاً ثانياً دور الصحافة إنت مش متخيل الصحافة بينزل من بيته بودع عيلته كل يوم كل يوم كأنه جندي في الميدان هو رايح شهيد الصحفي هناك أنا شخصياً عندي زولاء كتير وأصدقاء كتير بمجال الإعلام أنا بحث لهم بطمن عليهم اليوم الثاني لما بسأل عنه بحس أني أنا في لحظة ممكن أسمع فلان استشهد والأصعب كمان منها يا أستاذة ماريم فكرة إنه زي ما بنشوف دلوقتي الصحفي أو المرسل اللي بيبقى موجود هو بيبقى نازل مش فكرة بقى خايفة على نفسه هو مش عارف هينزل هيبقى بيغطي أسرته أصلاً كخبر ولا لا أكيد طبعاً مش عارف هيرجع يشوف إيه وشفنا ده حصل وده الأصعب والأصعب من كل ده يعني حتى للأسف حتى فكرة آلة الكتب هي مش جديدة مش من دلوقتي وفكرة التنصل من بشاعة ما يحدث من بشاعة أفعالهم حتى من أفعالهم أيضاً مش جديدة يعني حتى حوادث كتير جداً وأفعال كتير جداً تنصلوا منها وألبوا الآية وألبوا الصورة أنا كمتابعة للإعلام العبري في بعض الأوقات بشوف اجتماعات في الكابينيت الإسرائيلي للمؤثرين الإسرائيليين والإعلاميين الإسرائيليين في وقت الحرب ينتخيلي هو ما بيجتمع بس بالعسكر هو بيجتمع بالمؤثرين الموجودين على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين لحتى يوجههم على طريقة كيف يتم تشويه وقلب الحقائق وبيتوزع عليهم أساساً الخطبات وبيتوزع عليهم الإنشاعات عشان ما نكونش دايماً في رد الفعل للأسف شديد دايماً جمانا إحنا في رد فعل للأمور اللي هم جاملوها دي طب إحنا إزاي نمتلك زي ما بقولوا كده زمام المبادرة كمجتمع إعلامي عربي كشباب فلسطيني مواقع التواصل الاجتماعي اللي لها تأثير كبير جداً في صناعة الرأي العام سواء هنا أو العالمي يعني نشتغل إزاي برأيك إزاي يحصل تنصيق ما بيننا إيه الرسائل كمان إيه الرسالة المفروض نقولها دلوقت لعالم لازم يتم فيه تنصيق بين كل نقابات الصحافة ونقابات الإعلام دولياً على مستور الوطن العربي لازم يكون كلمتنا واحدة رأينا واحد لازم يكون فيه توزيع للكلام اليوم إحنا للأسف بوجود السوشال ميديا بقيت تسمع خبر من هنا وخبر من هنا وخبر من هنا أخبار متضاربة اللي بيفهم في الإعلام واللي ما بيفهمش في الإعلام واللي بيعرف أنه هاي حرب نفسية واللي مش عارف أنه هاي حرب نفسية بيطلع بيحكي وبيتكلم بأي رأي فأنت بقيت مشوش الشعب أو المواطنين أو الناس العادية بتشوف أراء متضاربة فبتخلق فتن اليوم إحنا كإعلاميين لازم يكون في منصات إعلامية موجهة بحيث أنه إحنا وموحدة من الوطن العربي وموثقة أيضاً يعني أشد تكون مصدر ثقة ويمكن الحقيقة برضو يا عسانة مريم يعني سبحان الله شفنا وتفاجئنا بتكمل هايل ويمكن شفنا المؤثرين حتى على السوشيال ميديا إزاي خرجوا في حرب شارسة على كل ما يحدث عمتاً في إسرائيل بنشوف طول الوقت شار ونشر كل ما يحدث في قطاع غزة شفنا ناس كتير بتحكي قصة فلسطين من الأول شفنا ناس كتير بتواجه وبتشجب وبتوضح الكدب مما أدى إلى أن النوافذ الغربية كان لازم أنها ترجع عن الأخبار الكذبة اللي كانت بترويجها لو ما كانش وجود النشاط بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي ما كانوش هيرجوع أكيد أنا ما بقلل من مجهود وسائل التواصل الاجتماعي بس لازم يكون فيه مؤسسات بتضم وسائل التواصل الاجتماعي بحيث أنه ما يكون فيه آراء مختلفة أنا بشكرك شكراً جزيلاً لأسف موجز الأخبار كنا عايزين نقعد معاك أكتر ونسمعك أكتر أنا سعيدة جداً لكن أنا بعتزر عن مقاطعتك فضلي ولكن أعطوا اسمحولي بدقيقة أنا بس بحاول أوصل معاناة الشعب الفلسطيني بالوقت الحالي قلبي مع الأطفال مع النساء مع الشيوخ مع المسنين مع كل شخص موجود هناك أتمنى من صناع القرار بتسريع الجهود الدولية لإنقاذ 2.3 مليون فلسطيني مقابعين تحت الإبادة الجماعية في الأحتلال صوتك صوت المدافع كلها لا يعلو فوق صوت صريخ أو صرخ الطفل واحد في قطاع غزة أنا بشكرك جزيلاً شكراً لأعلمية ماريم أيوب أعلمية فلسطينية ماذا ٹير مدافع صوت صوت jätte موسيقى